احتلت مملكة البحرين المرتبة الثانية عربيا في مؤشر أفضل الدول من حيث الظروف المعيشية حيث حصلت على نحو 86 نقطة من أصل 100 نقطة خاصة بالمؤشر بين دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي وذلك بناء على تقرير أصدره مؤشر ليغا توم للازدهار للعام 2023 يشير مستوى المعيشة إلى مستوى الحياة التي يعيشها الفرد بتوفير السلع المادية والسكن والصحة والتعليم والقدرة على تحمل تكاليف ما يحتاج إليه للعيش ومن أجل ذلك عملت مملكة البحرين وفق التوجيهات الملكية السامية على بذل السبل كافة بهدف توفير حياة كريمة للمواطن والمقيم على أرض البلاد خطط موضوعة وبرامج متنوعة مشتركة ومشاريع مبتكرة نفذتها حكومة مملكة البحرين من أجل تحسين الظروف المعيشية للفرد وللأسرة بشكل عام وذلك من خلال برنامج الحكومة 2023-2026 وتركز الأولوية الأساسية للبرنامج على رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يحافظ على مكتسباتهم فطرحت الحكومة مجموعة متنوعة من أشكال الدعم للخدمات الرئيسة وأسست صندوق الضمان الاجتماعي ووضعت قانون التأمين الاجتماعي وعلاوة تحسين المعيشة كما وضعت السلطتان التنفيذية والتشريعية في نصب عينيها المواطن في حال اعتماد أي مشروع أو قانون وعلى سبيل المثال مشروع اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024 كما ركزت خطة التعافي الاقتصادي على دعم الأدور ونتيجة لهذه المساعي في طريق تحسين المستوى المعيشي أعلن مؤشر لغاتوم للإزدهار لعام 2023 تبوء مملكة البحرين المرتبة الثانية عربياً في مؤشر أفضل الدول من حيث الظروف المعيشية حيث حصلت على نحو 86 نقطة من أصل 100 نقطة بين دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي وذلك بعد قياس مستويات الازدهار معتمداً على مجموعة واسعة من المعايير الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتأتي هذه المرتبة المتقدمة التي احتلتها المملكة لتؤكد نجاعة الجهود التي تبذلها البلاد في طريق تحسين المستوى المعيشي